تعالوا نشوف مع بعض مين هم الأشخاص اللي ماينصحش باتباع نظام الكيتو دايت أول نوع وهما مرضى السكري خاصة اللي معتمدين على الأنسولين أما تاني نوع من الأشخاص وهما مرضى أصحاب الضغط المنخفض ولو جينا لسالسا فهما الحوامل والمرضى أما رابعا فسيدات اللي عندهم مشكلة في عدم انتظام البريوت أما خامسا الأشخاص اللي بيتناولوا أدوية بصفة مستمرة وسادسا النحافة ولو جينا ما بين كوسين فالنحافة ازاي هتعمل ضايت المقصود بها هنا ان هي لو كان المعدل بتاعها لنزول الوزن مش كتير يعني عايزة تقل كيلو أو اتنين كيلو فيعتبر النظام دا مش هيتناسب معاه وسابعا ماينصحش ضايت دا لمرضى الكيلة أو اللي بيعاني ومينرتفاع نسبة الكوليسترول عنده وبدأوا ان هم يحطوا معايير ونصايح معينة حوالين اتباع نظام الكيتو دايت أولا ان الشخص قبل ما يبدأ نظام الكيتو دايت لازم يعمل شوية تحليل زي تحليل السكر والسكر الصايم بالإضافة كمان لوزايف الكيلة والكبد والكوليسترول الكل وتاني حاجة ان احنا هنفتم بمعايير النسبة المقاوية لكل نوع من أنواع الأخذي اللي حنتناوله يعني نسبة الدهون ما تتعداش الـ 75% والبروتين ما يتعداش الـ 25% وكمان القارب ما يزدش عن 10% أما ثالث نصيحة اتباعها نظام الكيتو دايت إن احنا نعرف إيه هي الأخذية المسموحة والغير مسموحة عشان ما يحصلش مشكلة في نزول الوزن ولو جينا الرابع نصيحة فهنبدأ نتناول أنواع معينة من المكملات عشان ما يحصلش مشكلة للجسم واللي بتكون محتوية على سوديوم وبوتاسيوم ومغنسيوم أما خامسا اصلك أي نوع من الأثار الجانبية لازم توقف الدايت دا تفتكروا ايه هي النصيح اللي مفروض نتابعها قبل ما نعمل نظام الكيتو دايت